اشتركوا في القناة ينتمي الى الدولة العباسية وقامت الدولة العباسية سنة 132 هجرية بعد نجاح ثورة ابي مسلم الخرساني ضد الامويين والنتيجة لقيام هذه الدولة قامت الدولة العباسية بنقل الخلافة من دمشق الى بغداد وكان من نتائج نقل الخلافة من دمشق الى بغداد هو ان تأثر العباسيون بالحضارة الفارسية التي تتميز بالبزخ والترف وقد تمثل ذلك في بناء القصور على النمط الفارسي بالاضافة الى تقليدهم في الاطعمة والاشربة والملابس وأدى هذا الامر الى ان انتشرت الديانات الفارسية كالزندقة وهو التحلل الاخلاقي والديني التي كانت تحمل هذه الديانة كثيرا من الكراهية للعرب مثل الزرادشتية والمانوية والمزدكية بالاضافة لنتائج التي ترتبت على تأثر العباسيون بالحضارة الفارسية هو انتشار اللهو والمجون والخلاعة بالاضافة لانتشار ظاهرة الزهد والتنسك والوعز والتصوف لمواجهة حركة المجون والزندقة التي ظهرت في المجتمع العربي نتيجة التأثر بالحضارة الفارسية وكان نتيجة نقل الخلافة من دمشق الى بغداد ان اختلطت الثقافة العربية بالثقافات الوافدة مع من غير العرب مثل الثقافة الهندية والثقافة الفارسية والثقافة اليونانية ونتيجة اختلاط الثقافة العربية بالثقافات الوافدة انهضم العرب تلك الثقافات وقاموا بترجمة كثير من الكتب من اللغات المختلفة الى اللغة العربية بالاضافة لظهور علم الكلام الذي نتج عن جدال بين العرب واصحاب الملل الدينية الاخرى لرد على هذه الديانات والملل المختلفة بالاضافة لازدهار الثقافة الدينية فكان تفسير الكرآن الكريم وجمع الاحاديث النبوية ونشأة علوم الفقه وازدهار العلوم اللغوية وكان ذلك بظهور مذهبي الكوفيين والبصريين في الدراسات النحوية ثم التجديد في اساليب النثر وتنوع في نونو مثل الخطابة والكتابة والتأليف يبعى عندنا هناك نتائج النتائج كانت نتيجة نقل الخلافة من دمشق إلى بغداد وهي التأثر الشديد الذي تأثر به العرب نتيجة نقل الخلافة إلى جوار دولة الفرس في بغداد وكان هذا التأثر بكل مظاهر طرف وبزخ إلى آخره من مظاهر الله والمجون وظهور مذاهب الوعز والتصوف والزهد لكي يواجه هذا النوع من المجون والزندقة التي ظهرت في المجتمع العربي في ذلك الوقت بالإضافة إلى أن العصر العباسي من العصور الأدبية العظيمة وظهر في هذا العصر كثير من الأدباء مثل الأديب الذي سوف ندرس له في هذا الدرس نص وصف صديق قبل أن ندرس نص وصف صديق سمات الأدب في العصر العباسي سمات الأدب أي خصائص الأدب سمات الأدب في العصر العباسي اتجه العلفاظ إلى السهولة واتجاه العلفاظ إلى السهولة أدى إلى اتجاه المعاني إلى العمق اتجاه الخيال إلى التعقيد بعد أن كان بسيطا واضحا مال الشعراء إلى الصنعة ونحو العاطفة جانبا بالإضافة إلى تطور أغراض شعرية قديمة وهو المتح والهجاء وغثاء والاعتذار واستحداث موضوعات جديدة من وصف الدور ووصف القصور والحدائق ومجالس ألة لو بصنا للسمات دي أظهرت لنا كثير من الأدباء فعندنا النص بتاعنا اللي هنتكلم عنه النهاردة من النصوص الأدبية النثرية التي تناولت صفة من الصفات التي يتمنى كل إنسان أن يراها في صديقه والنص بتاعنا هو نص وصف صديق وصف صديق لعبد الله بن المقفع من المعروف أن للصديق ما كان كبرى في حياتنا فالصديق هو مرآة لصديقه والصديق ساحب إما يسحب صاحبه إلى الخير أو أن يسحبه إلى الشر وقد قال عمر بن الخطاب رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي فالصديق الحق هو الذي يظهر لصديقه العيوب ليتجنب هذه العيوب ويذكر له محاسنه ليسبته عليها وينميها النص بتاعنا لكاتب وأديب من أدباء العصر العباسي وهو عبد الله بن المقفع من هو عبد الله بن المقفع؟ عبد الله بن المقفع فارس الأصل ولد عام 106 هجرية وكان اسمه قبل الإسلام رزبة ولما تسمى أسلم سمى نفسه بعبد الله وكان كنيته أبي محمد حضر أيام الخلافة الأموية والخلافة العباسية وله العديد من المؤلفات فمن مؤلفاته كتابي الأدب الصغير والأدب الكبير وترجمت مقدمة كتاب كليلة ودمنا إلى اللغة العربية والنص الذي سنتناوله في هذه الحلقة هو نص من كتاب الأدب الكبير تعالوا نشوف النص بتاعنا ونشوف عبد الله بن المقفع بيتناول وصف صديقه والصفات التي يتمنى كل إنسان أن تكون في الصديق نمسك أول فقرة عندنا موجودة وهو قول عبد الله بن المقفع إني مخبرك عن صاحب كان أعظم الناس في عيني وكان رأس ما أعظمها عندي صغر الدنيا في عينيه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد لو بصنا للفقرة دي نتناول بعض الغويات الموجودة في الفقرة فعندنا كلمة مخبركم مخبركم أي محدسكم ومعرفكم صاحب بمعنى صديق وجمع كلمة صاحب أصحاب وصحاب وصحبة رأس أي الجزء العلوي من البدن وجمع كلمة رأس رؤوس الدنيا هي الحياة الحاضرة وعكسها الآخرة يشتهي أن يحب ومضادها يكره تعالوا نشوف بعض الأسئلة على هذه الفقرة ضع عنوانا لهذه الفقرة لو بصنا للفقرة بتتناول مكانة الصديق عند عبد الله بن المقفع المكانة رفيع التي احتلها الصديق المثالي في قلب صديقي عن من يتحدث الكاتب في النص يتحدث الكاتب في النص عن صاحبه وصديقي كيف كان الصاحب في نظر الكاتب كان الصاحب في نظر الكاتب من أعظم الناس في عينه في سؤال ممكن أن يأتي بصيغة متعددة من الذي جعل الصاحب عظيما في نظر الكاتب وما سر عظمة الصديق في عين الكاتب يعني من الممكن أن يكون السؤال بصيغتين الصيغة الأولى ما الذي جعل الصاحب عظيما في نظر الكاتب أو ما سر عظمة الصديق في عين الكاتب سر عظمة الصديق في عين الكاتب هو أن صديقه مستصغرا للدنيا استصغاره للدنيا وزهده في هذه الدنيا حيث كان الصديق متأثرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إزهد فيما إزهد في الدنيا يحبك الله وإزهد فيما عند الناس يحببك الناس سؤال لبعد كده ما مكانت الصديق في عين الكاتب ولماذا؟ مكانت الصديق في عين الكاتب أن الصديق كان أعظم الناس في عينيه لماذا؟ لزهده في الدنيا واستصغاره للدنيا وكان متأثرا بقول النبي كما قلنا إزهد في الدنيا يحبك الله والزهد فيما عند الناس يحببك الناس لو بصنا لسؤال تاني فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد حل للعبارة السابقة العبارة السابقة توضح لنا صفة من الصفات التي كان يتحلى بها صديقه وهي القناعة حيث كان يتميز صاحبه بالقناعة فهو يرضى بالطعام الموجود ليأكله وحتى الطعام الغير موجود كان لا يشتهيه وإن وجد الطعام فكان يأكل منه ما يسد جوعه ولا يتكبر على النعمة متأثرا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقوم نص البهر فإن كان لا محالة فاعلا فسلس لطعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه لو جنا نبص هنا بعض مظاهر الجمال اللي موجودة في النص وفي الجزئية والفقرة اللي احنا خدناها اني مخبرك عن صاحب اسلوب مؤكد وادات التوكيد ان اعظم الناس في عيني اسلوب خبري يفيد التقرير حيث يقر الكاتب حقيقة هامة سابتة وهي ان صاحبه من اعظم الناس في عينه كان رأس ما اعظمه عندي صغر الدنيا في عينيه كناية عن زهده في الدنيا كناية عن زهده في الدنيا حيث ان الكناية سر جمالها الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل في اجاز واختصار نشوف الفقرة التانية من النص وكان خارجا من سلطان لسانه فلا يقول ما لم يعلم ولا ينازع فيما يعلم وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يقدم ابدا الا على سقة بمنفعة وكان اكثر دهره صامتا فاذا نطق فاق النطقين تعالوا نشوف بعض اللغويات في هذه الفقرة كان خارجا من سلطان لسانه اي يتحكم في لسانه فهو الذي يسيطر على لسانه ولا يطيع لسانه الا فيما يعلمه وفيما يقوله لا ينازع اي لا يدخل في نزاع او صراع كان خارجا من سلطان الجهالة اي لا يطيع نفوز وسيطرة الجهالة والسفة والحم حيث ان معنى كلمة الجهالة الافك والباطل والبهتان تعالوا نشوف بعض اللغويات سقة اي حجة وسند وعماد فاقة اي امتازة الناطقين اي المتحدثين نشوف بعض الاسئلة على هذه الفقرة ضع عنوانا لهذه الفقرة هذه الفقرة تناولت الصفات التي تحلى بها الصديق ورفعت من مكانته عند صديقه عبدالله ابن المقفع سؤال الثاني كان خارجا من سلطان لساني حلل معنى العبارة السابقة العبارة تعني ان صديقه كان يتحكم في لسانه فلا يتفوه ولا يتكلم الا بالمفيد فهو متصف بالحكمة والتريس والعقل سؤال الثاني فلا يقول ما لا يعلم ولا ينازع فيما يعلم اشرح العبارة السابقة اي ان صاحبه كان قليل الكلام فلا يتكلم الا فيما يعلمه ولا يجادل لانه لا يتكلم الا للضرورة القصوى وهو متأثر بان خير الكلام ما قل ودل سؤال ثاني يا ولاد صف الصديق في حال الصمت والنطق صديقه يتصف في حال صمته ونطقه كالآتي هو انسان حكيم متريس صامتا في الكلام الذي لا يعنيه ولم يطلب للحديث ولم يطلب للحديث فيه فاذا تحدث افحم الخصوم ونفع الناس لكسرة علمه وحكمته وحكمته تعالوا نشوف بعض ما ظهر الجماليات في هذه الفقرة كلمة كان خارجا من سلطان لساني كلمة كان خارجا من سلطاني لساني كناية عن صفة وهي الحكمة والتريس حيث انه كان يحكم عقله فيما ينطق به وسير جمال الكناية الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل كان اكثر اكثر دهر كان اكثر دهره صامتا كناية عن قلة الكلام وسير جمال الكناية الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل لم يعلم ويعلم بينهما طباق والطباق يبرز المعنى ويوضحه ننتقل بعد ذلك الى فقرة اخرى في النص يقول عبدالله بن المقفع واصفا صديقه كان يرى مستضعفا فاذا جاء الجد فهو الليس عاديا وكان لا يدخل في دعوة ولا يشارك في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا عادلا نشوف بعض اللغويات لهذه الفقرة كلمة مستضعفا اي ضعيفا كلمة الليس اي الاسد والجمع كلمة ليس ليوس كلمة دعوة اي شكوى وهو قول يطلب به حق وجمع كلمة دعوة دعاوي مراء اي جدال حجة اي دليل وبرهان تعالوا نشوف بعض الاسئلة على هذه الفقرة ابناء الاعزاء رأاه الناس بغير حقيقته هل كان مثلما رأاه الناس وضح ذلك اي صديقه يراه الناس انه مستضعفا فهل كان صاحبه مثلما يراه الناس مستضعفا لا فلقد كان متواضعا فاذا جاء الجد تراه ليسا في الشجاعة والقوة سؤال تاني اذا الم به امر فكيف يظهر صاحبه يظهر صاحبه كالليس في الشجاعة والقوة والاقدام شوف سؤال التاني ابناء العزاء علل استخدام الليس في وقت الجد كان لاستخدام الليس هدف عند الكاتب لان من صفات الليس انه يقدم ولا يحجم يتقدم ولا يتراجع ولا يهرب فتظهر شجاعة وقوة ومرؤة وبطولات هل تراه بكس هل ترى الشاعر الكاتب يصف صديقه بانه يكسر الجدال لا لا يدخل في دعوة ولا يشترك في مراء ولا جدال سؤال اخر ابنائي متى يقدم الصديق حجته يقدم الصديق حجته عندما يرى قاضيا عادلا فاهما لقضيته وللقضاء شهود عادلين لكي يعرض قضيته عليهم نشوف بعض ما ظهر الجماليات في هذه الفقرة كلمة يرى مستضعفا كناية عن تواضع كناية عن تواضع والكناية سر جمالها الاتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل كلمة جاء الجد استعارة مكنية حيث شبه الجد بانسان يأتي وسر جمال الاتيام الاستعارة هو التشخيص فهو الليس تشبيه ونوع هذا التشبيه تشبيه انبليغ حيث أتى بالمشبه وهو الضمير هو الذي يعود على صديقه وصاحبه والمشبه به الليس والتشبيه هنا للصديق بالأسد لكي يوحي بشجاعته وقوته لا يدخل في دعوة ولا يشارك في مراء ولا يدلي بحجة تكرار النفي في هذه العبارة ليدل على التوكيد بأن هذه التصرفات لا تأتي من صاحبه والفعل المضارع يدخل يشارك يدلي أفعال المضارع تفيد التجدد والاستمرار تعالوا نشوف فقرة تانية أبناء الأعزاء يقول عبدالله بن المقفع وكان لا يشكو وجعا إلا لمن يرجو عنده البر وكان لا يستشير صاحبا إلا من يرجو عنده النصيحة وكان لا يتبرم ولا يتصخط ولا يشتهي ولا يشتكي ولا يخص نفسه دون أصحابه بشيء من اهتمامه اللغويات في هذه الفقرة كلمة وجعا وجع يعني ألم وتعب ومضادها راحة البرء يعني الشفاء والمضاد المرض النصيحة بمعنى الوعز والإرشاد وجمعها مصائح لا يتبرم أي لا يتدجر لا يتصخط أي لا يكسر الشكوى أصحابه المقصود بها إخوانه وأصدقائه تعالوا نشوف بعض الأسئلة على هذه الفقرة أبناء الأعزاء هل كان يكسر الشكوى واللوم لا صديقه كان لا يكسر الشكوى فلا يتبرم ولا يشتكي ولا يتصخط هل كان يشكو وجعا لأي شخص يجد لا كان لا كان يشكو ولا يتألم إلا لمن يرجو عنده الشفاء أي لطبيب واعن هل كان يستشير صاحبه الحمقى لا لا كان صديقه لا يستشير إلا من يجد عنده النصيحة والهداية وهم أولو الألباب والحكماء هل كان يخص نفسه باهتمامات دون أصحابه لا كان لا يخص نفسه دون أصحابه متأسرا بقول النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما غرض الكاتب من استعمال النفي لذكر الصفات السيئة كان الغرض منها هو نفي هذه الصفات السيئة عن صديقي نشوف بعض مظهر الجماليات في هذا النص وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا يشتهي ولا يشتكي أفعال المضارعات تفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة وتكرار النفي للتوكيد ولا يخص نفسه دون أصحابه بشيء من اهتمامه كناية عن إيساره وحبه لأصحابه حيث أنه كان يفضل أصحابه على نفسه النص بتاعنا يا أولاد من النصوص التي تتناول النوع من أنواع الناس وهو النسر وفن الوصايا لو بصنا للأفكار العامة التي تناولها النص عندنا هللاقي أن الفكرة العامة هي بيان الصفات والأخلاق الصديق المثالي التي تدل على النموذج الذي يتمناه كل إنسان في حياته ويتمنى أن يكون هذه الصفات من الصفات التي يتصف بها صديقه يبين لنا الكاتب الأسس والمعايير التي على أساسها يتم اختيار الصديق المثالي المغزى العام من النص أبناء العزاء هو أن أخبرني أخبرني من صاحبه أخبرك من أنت وضح لي من تصاحب أوضح لك شخصيتك وأن من الصعب في هذه الحياة ومن الصعب الشديد أن يجد الإنسان صديق بهذه الصفات التي قالها عبد الله ابن المقفع وهذا النص أبناء العزاء من نص الوصاية والوصاية هو نوع من أنواع النص الذي انتشر في العصر العباسي ويتناول هذا النص أدب اجتماعي حيث أنه يعرض ويتناول لنا قضية اجتماعية وهي قضية الصداقة واختيار الصديق وطرق معاملة الناس وكيف يكون الصاحب والصديق بهذه الصفات الجميلة الحسنة التي يتمنها كل إنسان في صاحبه أبناء الأعزاء بكده ينتهي معنا نص وصف صديق وننتقل إلى درس من دروس النحو وهو المفعول المطلق المفعول المطلق ابناء الأعزاء هو أحد الدروس النحوية التي سوف نتناولها في هذا الصف والدرس الذي أمامنا هو درس المفعول المطلق المفعول المطلق ابناء الأعزاء أحد دروس النحو الموجودة المفعول المفعول المطلق ابناء الأعزاء أحد دروس النحو الموجودة علينا في الترم الأول وصف النصف الدراسي الأول والمفعول المطلق سوف نتناوله من حيث التعريف والنوع والإعراب المفعول المطلق هو أحد المفعيل الخمس أحد المفعيل الخمس المفعول المطلق هو اسم مصدر منصوب يذكر بعد الفعل ويكون من لفظه أي يكون المفعول المطلق من نفس حروف الفعل ويأتي المفعول المطلق إما ليؤكد الفعل أو ليبين نوع الفعل أو يبين عدد مرات حدوث الفعل مثال أبناء الأعزاء قال تعالى إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تعالوا نشوف أبناء الأعزاء في هذا المثال قول سلموا تسليما تسليما هنا مفعول مطلق للفعل سلموا هو لفظ مأخوص من نفس حروف الفعل سلم تسليما وقوله أيضا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما فتكليما مفعول مطلق مأخوص من نفس حروف الفعل كلم وانطلق الجيش انطلاقا انطلاقا مفعول مطلق مأخوص من نفس حروف الفعل انطلق المفعول المطلق في الثلاث امثلة السابقة الفاظ مأخوزة من نفس عدد حروف من نفس حروف الفعل وتكون منصوبة يعني لو جينا نعرف كلمة تمثيلا هي مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة تكليما مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة انطلاقا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة تعالوا نشوف ابناء الاعزاء انواع المفعول المطلق المفعول المطلق سلاسة انواع اما مؤكد للفعل او مبين للنوع او مبين للعدد اي عدد مرات حدوث الفعل انواع المفعول المطلق اول نوع وهو المؤكد للفعل معنا مجموعة من امثلة ابناء العزاء انشوفها انطلق الصاروخ انطلاقا نجح المجتهد نجاحا نام الطفل نوما عندنا مفعول مطلق انطلاقا نجاحا نوما المفعول المطلق اللي موجود عندي في هذه الامثلة ابناء العزاء بيأكد الفعل حيث لم يأتي بعده لا صفة ولا مضاف اليه فبالتالي هو اخر شيء في الجملة ويعرب مفعول مطلق منصوب ويكون نوعه مؤكدا للفعل انطلاقا نجاحا نوما مفعول مطلق مؤكد للفعل واعرابه في السلاس امثلة مفعول مطلق منصوب بالفتحة تعالوا نشوف نوع تاني ابناء العزاء من ابناء من انواع المفعول المطلق وهو المفعول المطلق المبين للنوع انطلق الصاروخ انطلاقا سريعا نجح المجتهد نجاحا عظيما نام الطفل نوم المجهدي المفعول المفعول المطلق هنا ابناء العزاء جاء بعده ما يوضحه اما بوصف له او باضافة فعندما بعده صفة كلمة عظيما حيث بينا صفة هذا النجاح بانه نجاحا عظيما فبالتالي نعرب كلمة انطلاقا مفعول مطلق منصوب بالفتحة نجاحا مفعول مطلق منصوب بالفتحة وما بعده يعرب نعت والنعت يأخذ عرب المنعود قبله فيكون نعتا منصوبا في كلمة سريعا وعظيما نعتا منصوبا بالفتحة نام الطفل نوم المجهدي كلمة نوم هي مفعول مطلق وجاءت كلمة نوم بينت نوعية النوم وهو نوم المجهد فالمجهد هنا تعرب مضاف إليه وبالتالي كان المفعول المطلق في هذه الأمثلة السلاس مبين للنوع المفعول المطلق جاء مبينا للنوع لأن جاء بعده صفة وجاء بعده مضافا إليه فكلمة نوع مفعول مطلق منصوب بالفتحة والمجهدي مضاف إليه مجرور بالكسرة وفي هذه الأمثلة يكون نوع المفعول المطلق مبين للنوع ننتقل بعد ذلك إلى نوع سالس من أنواع المفعول المطلق وهو المفعول المطلق المبين للعدد للعدد أي عدد مرات حدوث الفعل نشوف الأمثلة الموجودة عندنا ابناء العزاء سجد الرجل سجدة سجد الرجل سجدتين سجد المؤمن سجدات بص الكلمة سجدة هتلاقي أنها مفعول مطلق مأخوزة من لفظ الفعل سجدة وجاءت لتبين عدد مرات حدوث الفعل وهي مرة واحدة حيث أن المفعول المطلق ينتهي بتاء الوحدة وكلمة سجد الرجل سجدتين دلت على عدد سجدات الرجل وهي إثنتين وانتهى المفعول المطلق بعلامة التسنية وفي سجد المؤمن سجدات مفعول مطلق مبين للعدد لأنه بيّن عدد السجدات فهنا المفعول المطلق المبين للعدد يأتي منتهيا إما بتاء الوحدة أو بعلامة التسنية أو بعلامة جمع لو بصن لأعراب المفعول المطلق في الأمثلة ألا إن كلمة سجدة مفعول مطلق منصوب بالفتحة وفي سجدتين مفعول مطلق منصوب بالياء لأنه مسنى وفي كلمة سجدات مفعول مطلق منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنس سالم تعالوا نشوف أبناء العزاء بعض الأمثلة للمفعول المطلق وإعرابه انتصر الحق انتصارا من من أبناء العزاء يوضح ليه انتصارا مفعول مطلق من أي أنواع المفعول المطلق نعم هو مفعول مطلق مؤكد للفعل لأن لم يأتي بعده الصفة ولم يأتي بعده مضافا إليه عايزين نعرف كلمة انتصارا انتصارا مفعول مطلق منصوب بالفتحة دافع الجندي عن الوطن دفاع الأبطال لو بصنا للمفعول المطلق هل لأي كلمة دفاع ودفاع هنا مأخوزة من لفظ الفعل دافع والمفعول المطلق أبناء العزاء من أي أنواع المفعول المطلق هو مفعول مطلق مبين للنوع لأنه أتى بمضاف إليه وبين نوع الدفاع أنه دفاع الأبطال فلو جينا نعرب مفعول مطلق منصوب بالفتحة والأبطال إعربها مضاف إليه مجرور بالكسرة وسب اللاعب وسبتين وسبتين مفعول مطلق منصوب بالياء لأنه مسنى ونوع المفعول المطلق أبناء العزاء في هذا المثال هو مفعول مطلق مبين للعدد حيث أنه بيّن عدد مرات حدوث الوسب ركع المسلم ركعات ركعات مفعول مطلق مين من أبنائي يوضح لي أن نوع المفعول المطلق في كلمة ركعات نعم ركعات مفعول مطلق مبين للعدد ولو جينا نعرب ركعات هل هي مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم وبكده ابناء العزاء عرفنا أن المفعول المطلق هو أحد أنواع المفعيل اسم يأتي منصوبا ومشتقا أو يأتي من نفس حروف الفعل ويكون المفعول المطلق منصوب دائما وأنواع المفعول المطلق هي مؤكد للفعل ومبين للنوع ومبين للعدد إعراب المفعول المطلق يكون منصوبا تعالوا نشوف أبناء العزاء بعض التدريبات قبل التدريبات أبناء العزاء نشوف بعض الكلمات التي تعرب مفعول مطلق تمام لفعل محزوف يعني الكلمات دي أول ما تشوفها أعربها على طول مفعول مطلق والفعل بتاعها محزوف كلمة حقا كلمة أيضا كلمة خصوصا كلمة فضلا عموما وكلمة صبرا على المكاره شكرا لله وحمدا سمعا وطاعة عفوا نشوف بعض التدريبات أو الأسئلة على المفعول المطلق استخرج المفعول المطلق وبين نوعه وعلامة إعرابه اهتمت مصر بالزراعة اهتماما أبناء الأعزاء فيه المفعول المطلق هنا المفعول المطلق هنا كلمة اهتماما من أي أنواع المفعول المطلق أبناء مؤكد للفعل لأنه لم يوصف ولم يضاف اهتماما أبناء الأعزاء اعرابها مفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة أحترم المجتهد أحترم المجتهد احتراما أبناء الأعزاء المفعول المطلق هنا كلمة احتراما فهي مأخوزة من الفعل أحترم واحتراما مفعول مطلق نوعه مفعول مطلق مؤكد للفعل لأنه لم يوصف ولم يضاف اعراب المفعول المطلق كلمة احتراما مفعول مطلق منصوب بالفتحة يحرص المعلم على التدريس حرصا واضحا حرصا مفعول مطلق من أي أنواع المفعول المطلق حرصا واضحا جاء بصفة أي أنه وصف الحرص بأنه واضح فكلمة واضحا نعت وبالتالي كلمة حرصا مفعول مطلق مبين للنوع وكلمة واضحا نعت منصوب بالفتحة لأن حرصا مفعول مطلق منصوب بالفتحة يحفظ يحفظ الطلاب الدرس حفظا جيدا حفظا وجاء بكلمة جيدا ليبين نوعية الحفظ فكلمة حفظا مبين للنوع وحفظا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة جيدا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة أصاب اللاعب الهدف إصابتين المفعول مطلق أبناء العزاه هنا هو كلمة إصابتين وبين عدد الإصابة وهي إثنين فبالتالي كلمة إصابتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى نوع المفعول المطلق في كلمة إصابتين مبين للعدد صرخ الطفل صرختين صرختين يا ابناء العزاء هي مفعول مطلق مبين للعدد وصرختين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء بكده أبناء العزاء نكون قد وضحنا لكم المفعول المطلق وتعريفه وأنواعه وعلامة إعرابي المفعول المطلق هو أحد أنواع المفاعيل التي سوف نقوم بدراسة بعضها في هذا النصف الدراسي حيث معنا المفعول لأجلي وسوف يكون هذا الدرس في حلقة قادمة كده أبناء العزاء خدنا أبناء العزاء كذلك درس المفعول المطلق والمفعول المطلق خدناه بأنواعه وتعريفه وخدنا على إعرابه وإن شاء الله بإذن الله نلتقي بمشيئة الحق تبارك وتعالى إن شاء الله بإذن الله بعد أن وضحنا الصفات الصديق في نص وصف صديق هذه الصفات التي تتمنى كل إنسان أن تكون في صديقه وفي صاحبه نتمنى أن نكون قد بينا ووضحنا لكم ما أردنا أن نوضحه ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم مع حلقة قادمة نوضح فيها بعض من النصوص الأدبية وبعض من دروس القراءة وإلى لقاء في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر